عقد سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية جلسة مباحثات مع معالية السيد نيكوس خريستوس تليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة في إطار زيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس نيكوس أنستاي سيادس رئيس جمهورية قبرص إلى مملكة البحرين وخلال الاجتماع استرد الوزيران المسار المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وما تتسم به من تقدير متبادل وتنسيق مشترك كما بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال الاجتماع التباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية